اشتركوا في القناة 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 قناة اشتركوا في القناة 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 حتى يخلي الماء يجب نستخدم عودين أو أي أدوات أخرى لا يمكننا استعمال عيدين في ظل وجود المياه الساخنة نقوم بفرض هذا العجين يجب على هذا العجين 30 Jun نقوم بفرض هذا العجين نقوم بفرض هذا العجين بفرض هذا العجين نقوم بفرض آقاب ينضح يجب أن تدخل نقوم بفرض هذه العجين هذه العجين معروفا لدى مشاهدين العرب وبدأ استعمال هذا المسحوق في الصين في أسرة تان الملكية قبل ألف سنة الآن يخلف استعمال هذا المسحوق في أطباق أدعمات الإسلامية في شمال غرب الصين ثم نقوم باللف هذا العجين حم سأعقدiverه 이 العجين نقوم بالتقديع هذا العجين و movimento بالتقديع dagegen نقوم بتقديع هذا العجين حheyنا نستطيع انقبل هذا الفضائر ننیم ننیم الضجم ننیم ننتجنا خلاف ناستخدم خلال دور نstep نضف أحضنت وأيضا مخفض الآن نقوم بتقليب هذه الفطائر على الوجهين حتى تندج يصبح اللون الفطائر الآن فطائر جاهزة للأكل الآن أعيز المشاهدين نقوم بسلق هذه إضافات أو الخضروات على نحو خفيف في المياه الساخن الآن نقوم بتقليب هذه المياه الساخنة الآن نقوم بتقليب هذه الخضروات أولا نقوم بتشويح البطاطس نقوم بتقليب هذه الخضروات نقوم بتقليب هذه الخضروات نقوم بتقليب هذه الخضروات نقوم بتقليب هذه الخضروات نقوم بتقديم الفضائر الحلبة هذا هو سمياء هذا هو سمياء ثم نضيف قضعة من السوم ثم نضيف مسحوق فلفل أحمر لأن هذا الفلفل متميز جدا لقد نفقوا هذا الملاحظ فلنفقوا لقوم بأمور هناك يوم سمياء نحن نعلك كنا نحن نعلك نحن نعلم نضيف المياه إلى تقيق الشعير ونخلطها حتى نضيف المياه إلى تقيق الشعير نضيف المياه إلى تقيق الشعير ونخلطها حتى تصبح عجين نضيف المياه إلى تقيق الشعير نضيف زيت في الصحن ثماني العجين ونباقرها على الماء الساخن حتى تندج وتتحول إلى شريحة مراقيقة ثم نتركها على الماء بارد حتى تبرد وندع بعض الزيت على هذه الشرائح حتى لا تلتسق ببعضها البعض وعندئذ تكون جاهزة للأكل بعد تقضيعها نضع الملح وشلو طمات وحادي سوديوم وفلفل الأبيض والسكرة والخال وزيت الفلفل وثوم المفروم ونقوم بخض كل هذه الأشياء معا لإعداد الصوس نسكب الصوس فوق مكرونة شعير التبات ولا تنسى قدع جلوتيني إلى عدة قدع وندعوه فوق المكرونة وبهذا يكون قد اكتمل طبقنا أطباقنا اليوم متنوات وآلية لقيمة الغذائية لسيما طباقنا رأيسي تنحي人家 إن لحم خروف نعم للغاية أما نانبي أو مكرونة شعير التبات فإنناها لينو جدا تمنح نشعورا بالسعاد والانتعاش يانشف 非常感謝您 قوم做了这么美味的清真美食 عز المشاهدين لحونا ينتهي لقونا في حلقتنا اليوم الممتبخ الصيني تقبلوا من أطيب تحيات وإلى اللقاء في حلقتنا القادم شكرا لكم